لقي عشرة أشخاص مصرعهم وصيب سبعة آخرين بعد انهيار جزء من جبل في منجم فحم في الصينة ووقع الحادث في مدينة باين في مقاطعة جانس شمال غرب الصينة وأوضحت مصادر رسمية أن الموظفين كانوا يتنقلون في موقع المنجم عندما انهار سفح جبل مجاور ما أدى إلى دفن الموظفين بالإضافة إلى مركباته وفي المجموع حصر سبعة عشر شخصا وأفادت حصيلة نهائية صادرة بعد العثور على جثة أخيرة بأن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب سبعة بجروح طفيفة وأن التحقيق جار لتحديد أسباب الحادث